من جاءوا على ظهر الدبابات الأمريكية وعدوا العراقيين بواحة الديمقراطية وجنة النعيم فإذا بهم أول الهاربين منها حاملين معهم كنوز البلاد وتاركين لأهلها وهم السراب الذي تبدد ليكشف عن كارثة الغزو وجحيم العملية السياسية الجديدة بائعوا الأوهام ومهندسوا العملية السياسية الذين ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن بول بريمر نعتهم بأبشع الصفات حيث سماهم اللصوص والكذابين الذين لا يترددون في قضم عظام أمهاتهم وأبائهم ووطنهم الذي يؤويهم أين هم الآن وأين هي وعودهم فأغلبهم يعيش في أوروبا وأمريكا وإيران بعد أن نهب وسرق مئات الملايين من أموال العراق ومن بقي منهم معني بالعملية السياسية حتى الآن فلا يعتبر العراق إلا مصدرا ماليا بينما عوائلهم تقيم خارج البلاد هؤلاء منذ البداية كانوا يعرفون أنهم لا يملكون مشروعا حقيقيا وليس من أولوياتهم مصلحة البلاد كل ما أرادوه هو الانقضاد على تركة البلد ونهب خيراته لذلك أجادوا فن الكذب ونمقوا الشعارات عن مظلومية العراقيين وعندما جاءت لحظة انهيار العراق أسقط في أيدي من صدقوهم بادئ الأمر وأدركوا منذ الوهلة الأولى أن العراق وقع في شراك خديعة كبرى ستفتح أبواب الجحيم على أهل البلد وبالفعل كل ما جاء عام كان أسوأ من الذي يسبقه حتى وصل العراق إلى ما هو عليه الآن من تمزق وانهيار اقتصادي وانفلات أمني وهشاشة سياسية يغلب عليها سلاح الميليشيات إنقاذ العراق يبدأ من القناعة الشعبية التي ترسخت مع مرور الوقت أن العملية السياسية بدأت بكذبة وتأسست على أركان فاسدة وأبعاد غير وطنية ومن تبلور هذه القناعة بدأ العراقيون مرحلة الصحوة لاسترجاع كرامتهم وحقوقهم وهوية بلدهم ترجمة نانسي قنقر